ننتقل إخواني الكلام بالحديث عن قيام الليل فضيلة قيام الليل يقول الله سبحانه وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا ويقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ويقول والذين يبيتون لربهم سجدا وخياما وفي الصحيح عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله سبحانه وتعالى خيرا إلا أعطاه إياه وقال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقث امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل ما هي الأسباب التي بها يتيسر قيام الليل من الأسباب أن لا يكثر من الأكل فيكثر الشرب فيغلبه النوم ويفقل عليه القيام ألا يتعب نفسه بالنهار في الأعمال التي تعيى بها الجوارح وتضعف بها الأعصار فإن ذلك أيضا مجلبة للنوم وألا يترك القيلولة بالنهار فإنها تعين على قيام الليل ومن الأسباب أيضا ألا يرتكب الأوزار بالنهار فإن ذلك مما يقس القلب ويحول بينه وبين أسباب الرحمة قال رجل للحسن يا أبا سعيد إني أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري فما بالي لا أقوم قال ذنوبك قيدتك وقال بعضهم كم من أكلة منعت قيام ليلة وكم من نظرة منعت قراءة سورة من أسباب قيام الليل المساهدة على قيام الليل سلامة القلب عن الحقد على المسلمين وعن البدع وعن فضول هموم الدنيا من الأسباب الخوف الغالب على القلب مع قصة للأمل فإنه إذا تفكر الإنسان في أهوال القيامة ودركات جهنم طار نومه وعظم حذره من الأسباب أن يعرف فضل قيام الليل بسماع الآيات والأخبار والآثار حتى يستحتم به رجائه وشوقه إلى ثواب قيام الليل ومن أشرف بواعث على قيام الليل الحب لله وقوة الإيمان بأنه في قيامه لا يتكلم بحرف إلا وهو مناج لربه قال الفضيل بن عياض إذا غربت الشمس فرحت بالظلام لخلوتي بربي وإذا طلعت حزنت لدخول الناس علي وقال أبو سليمان الداراني أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل الله في لهوهم ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا وقال ابن المنكدر ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث قيام الليل ولقاء الإخوان والصلاة في جماعة جعلنا الله وإياكم إخواني الكرام ممن واضبوا على عبادة الله عز وجل ويذكره ليلا نهارا واذكرونا في صلواتكم وفي عباداتكم وأسأل الله لنا العفو والعافية وأن يغفر لنا ذنوبنا التي أثقلت كاهلنا وأن يتوب علينا ويتولانا ويتولاكم نكتفي بهذا القدر إخوان كرام على أمل اللقاء بكم في المحاضة القادمة أترككم في رعاة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة